بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء نعم مبعوث رحمة مهداء صلى الله عليه وسلم وهو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جنب خير كتير خير لا يعد ولا يحصى خير في جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم بس يا سلام لما النور كمان يبقى فيه نور وفيه بصيرة وفيه حديث أنا بعتبره أنا بسميه حديث البصيرة بالإيقاظ أن أنت تحصل لك بصيرة ويحصل لك إيقاظ إيه هو بقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجليل الذي يتكلم عن إيقاظ الإنسان لرؤية النعم حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ هذا الحديث يا سادة اللي أخرجه الإمام البخاري هذا حديث أنا أسميه حديث الإيقاظ البصيرة إن الإنسان يتركب له عينين يرى فيها الحياة من عند الله سبحانه وتعالى الإنسان ممكن تنطمس بصيرته من كثرة الأحداث ومن عدم المعرفة الصحيحة وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركن لحظة إلا ويوقظنا إلا وينور بصيرتنا الله سبحانه وتعالى قال عن حضرة النبي قد جاءكم من الله نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نور لما تنطمس البصيرة وإحنا محتاجين لحاجتين من أعظم الحاجات في حياتنا من إلى نعمتين من أعظم النعم في حياتنا وننساهم ونتغافل عنهم وننشغل ونتهاون فيهم إيه هما بقى؟ نتحرم من جمال هاتين النعمتين النعمة الأولى هي نعمة الصحة والنعمة التانية هي نعمة الوقت عارفين الصحة والوقت بيساوه إيه؟ بيساوه الحياة الحياة ما هي إلا عافية وصحة في الإنسان وقت فاضل إيه؟ الأعمال يبقى إذن لو فرطنا في الصحة وفرطنا في الوقت ضاعة الحياة مش ودقات قلب المرء قائلة له إن الحياة تقائق وثواني ونفس الكلام إيه اللي حاصل؟ أدي فكرة الإيه؟ فكرة الوقت طب والصحة إحنا بنقول فلان عنده حياة يعني عنده صحة الصحة دي معناها إن الجسد قادر وقابل إنه هو يعمل ولذلك الإنسان لو شاف النعمتين دولة بإنه هما نعمتين ومعنى إنه هما نعمتين يبقى فيهم ثلاث أوصاف إنه هما مش بيئدينا ما بنملكهمش والحاجة التانية إنه هما واصل بيننا وبين الله فممكن يتسعوا الحاجة التالتة إنه هما جايين لمقصد وهدف مش دولة عبث الثلاث معاني دولة في النعمتين في نعمة الصحة الصحة مش ملكنا ولذلك بييجي المرض مش بيدينا يبقى الصحة مش ملكنا الحاجة التانية إنه هي جاية بمدد من عند ربنا عشان نفضل موصولين بالله الحاجة التالتة إنه إحنا ما ينفعش إنه إحنا نعبث بيهم لإن ربنا وهبهم لينا مش عشان نعمل بيهم أي حاجة لكن عشان نعمل بيهم مقاصد فالصحة وي الوقت اللي هو الفراغ جيين عشان نحقق المقاصد التالتة اللي هي العبادة والعمران والتسكية فإحنا لازم نفوق كتير من الناس بيظنوا إن الصحة ملكهم فبيصرفوا في الأكل فيمرضوا وناس كتيرا بيظنوا إن الصحة دي ربنا سبحانه تعالى يدعالهم على الدوام حتى لو هم أساءوا استعمالها وأساءوا الأدب مع الله وناس كتيرة بتحس إن الصحة دي جيين عشان شهوتهم وعشان يعطوا لأنفسهم هواهم من غير لا يبقى عندهم لمقصد ولا شيء من هذا القبيل لا النعمتين دولة بالذات ربنا أعطانا إياهم ليه عشان نحقق المقاصد نعمل إيه بقى عشان نشيل الغشاوة من على عيننا ونشوف النعمتين دولة طبعا إحنا لما بنتعود على النعمتين دولة ما بنشوفهمش ونعتبرهم حاجة عادية ومعنى أنهم حاجة عادية يبقى خلاص نعمل بيهم اللي احنا عايزين ولكن الله سبحانه وتعالى ما جعلش النعم تكون موجودة إلا وهي محاطة بخمس عبادات النعمة الأولى الأبادة الأولى التي تتعلق بالنعم أول حاجة ماذا؟ حفظ النعمة أن النعمة لما تكون النعمة دي وديعة فلازم أحفظها العبادة التانية لازم أشكر عليها طب ليه خليت الشكر عليها بعد أن أنا أحفظها عشان أدوء حلوتها فيخرج مني الحمد مغموسا في الفرح والسعادة يبقى أحفظ النعمة واشكر النعمة وأستثمر النعمة وإلا حاصل وأعبد الله بالنعمة وإلا حاصل وأدخل على الله بالنعمة يعني أعبد الله بالنعمة يعني هذه النعمة أجعلها وسيلة لعبادة الله وفي نفس الوقت إلا حاصل أدخل بالنعمة دي على الله لما أقول لربنا سبحانه وتعالى لما حس بإننا أسأت الأدب مع الله فأقول له ما كنت لتهبني الصحة ثم لتمنعني من أن أدخل عليك فأنت وهبتني صحتي لا لشيء إلا لكي تدلني عليك فيا من أعطيتني صحتي أعطني رضاك وقربك يا رب العالمين فأدخل على الله بالنعمة خمس عبادات لازم نعبد الله سبحانه وتعالى بهم أحفظ النعمة واشكر النعمة واستثمر النعمة واعبد الله بالنعمة وأدخل على الله في دعائي وفي مناجاتي بالنعمة لو عملت الخمس حاجات دولة مش هبقى مغبون مش هبقى محروم من أنوار النعمة نعمتان مغبون فيما كثير من الناس محرومين أنهم يشوفوا أنوار الله وصل الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف نعمة ليه في نعمة الصحة علينا أن احنا نحفظ نعمة الصحة بأن احنا لا نتعدى عليها بالإسراف علينا أن احنا كمان نشكر نعمة الصحة أن احنا نحمد الله سبحانه وتعالى عليها أجزاء مش نعمة الصحة كلها ده نعمة النفس ونعمة الصدر ونعمة التنفس ونعمة النظر كل دي نعم محطوطة في نعمة الصحة زي نعمة الوقت كده فيها نعمة الوقت يعني نعمة الإمكان والإتاحة ونعمة الإدارة ونعمة كمان إن الوقت ده بيمثل السعة كل ده لازم يشكر ولازم نستثمر ده لا نضع في الوقت ولا نستعمل الصحة إلا فيما يأخذنا إلى الأمام لازم كل يوم أعمل حاجة تخليني أفضل لازم أستثمر الصحة وأستثمر الوقت في أن أنا أبقى أفضل وأعبد الله سبحانه وتعالى بالنعمتين دولة أحس بالصحة وأنا بعبد ربنا وأحس بالوقت وهو بالتسع لما أكون مع مولاي وأدخل على مولاي في مناجاتي وفي دعائي ويا سلام لو كل يوم يبقى عندي عشان منساش النعمتين دولة يبقى عندي مناجاة لله أدخل على الله وأناجي بالنعمتين دول يا سادة هذا الحديث من أجل الأحاديث اللي الإنسان لو تنبه إليها ونظر إلى أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قذفها الله في قلب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هيصبح صاحب بصيرة ولذلك هذا الحديث موقز للبصيرة ومشعل للأنوار في قلب العبد ليرى نعم الغفار وعشان حديث ده ومجلال الحديث ده كنا لازم نطبق هذه المفاهيم وهذه المعاني التي وردت في جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشان كده بعد الفاصل أن نستقبل ضيفين جليلين حبيبين إلى قلبي عشان نتكلم معهم إزاي بيطبقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم وإزاي بينور حياتهم صحبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر